بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة البركوسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في نص البرقية يسرني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أبعث إلى قدستكم وإلى جميع إخواننا الأقباط بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بعيد سعيد وأن يعيده عليكم بكل الخير والسعادة وأغتنم هذه المناسبة الطيبة لكي أشيد بقوة التلاحم والترابط بين أبناء مصر مسلمين وأقباط في مسيرتنا نحو المستقبل المنشود لهذا الوطن العزيز فمصر هي مهد للرسلات السموية وهي مكان وسيظل مصدر الإعزاز لهذا البلد العظيم ومصدر التكاتف والتضامن بين أبنائها على مر التاريخ وأضف الرئيس السيسي أن رسالتنا لأجيالنا الحالية والقادمة أن وحدتنا الوطنية هي ركيزتنا الرئيسية للتنمية وتقدم وأن تماسك النسيد الوطني لهذا الشعب العظيم هو درعه الحامي وحصنه المنيع للحفاظ على مقدراته فالوطن في حالة إلى تضافر جهود دميع أبنائه وهو يعبر مرحلة التطوير والبناء من أجل مستقبل أفضل وغاد مشرق لدميع المصريين